يقول الباري سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد أحبة الكرام جاء في صحيح مسلم إنه عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال هو يقول ويروي عن نفسه فيقول كنت أضرب غلاما بصوت صوت العصر كنت أضرم غلاما لي بصوت فسمعت صوتا من خلفي يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود فيقول هذا الصحابي أبو مسعود يقول فلم أفهم الصوت من خلفي من شدة الغضب وهو يضرب ويضرب ويضرب ويأتي صوت من خلف اعلم يا أبا مسعود ثم دنى مني أي اقترب مني هذا الصوت وهذا الشخص فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود فلما رأى ابن مسعود أو أبو مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط الصوت من يده من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالا واحتراما وتوقيرا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبو مسعود اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام أقولها مرة ثانية لأن هذه الجملة لابد كلنا نأخذها أمام أعيننا اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فقال مباشرة ابن مسعود هو حر لوجه الله يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار فقلت أي ابن مسعود أو أبو مسعود فيقول فقلت والذي بعثك بالحق لا أضرب عبدا بعده أبدا ومضت أيام وسنين فيقول فما ضربت مملوكا لي قط بعد ذلك اليوم هذا الحديث روح بن ترمذي وابن ماجة وصحوه الشيخ الألباني وهو في صحيح مسلم ما نفهم من هذا الحديث يا إخوة الكرام حديث عظيم فيه فوائد عظيمة دعوية تربوية اجتماعية وكثيرة جدا وإن شاء الله نتكلم بهذه إن شاء الله في خطة ثانية أو جزء ثاني من هذه الخطبة ولكن ما نفهم يا إخوة الكرام هذا الحديث أولا بأجمله بأكمله هو حديث لحفظ حقوق الإنسان بشكل عام وبشكل أخص حقوق المستضعفين حقوق المستضعفين ودفع الظلم والمظالم والمظالم عنهم الآن هذا الحديث يتكلم عن صحابي جليل ابن مسعود وهو عالم من علماء الصحابة وهو كان المفتي في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو أخطأ وكان يضرب من مملوكا له هذا مملوك نطبق هذا الحديث الآن في هذا العصر في زماننا الآن والله المستعان حالات حالات أسمع بها تلفنات تأتيني يأتيني رجل مسكين سائق في مسجده ويقول بابا الرجل الكفيل يضربه يمنع عنه المعاش يمنع عنه الأكل وإلى آخره والله أستغرب سبحان الله هذه الآن أصبحت معاملة المسلمين لدى الغير بغض النظر هذا الذي يعمل لديك هو مسلم أم غير مسلم ما أحوالنا الآن مع المستضعفين الذين نحن لنا سيطرة عليهم مع أن في الحقيقة لا يوجد سيطرة ولكن نحن نظن هذا الأمر صحيح عندنا خدم عندنا عمال عندنا صبي عندنا سائق عندك وعندك وعندنا جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى ونحن نتعامل معهم كأنهم عبيد مماليك ولا يجوز أصلا في هذا الحديث أنه كان يضرب عبدا له مملوكا له لا يعطيه معاه شهري لا يوجد معاه عقد سنوي بل هو مملوكا له إلى قيام الساعة إلى أن يعطيقه ماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم زجرة وقال له إن الله أقدر عليك منه من هذا الغلام ثم قال لو لم تفعل أي عتقت هذا العبد للفحتك النار أو لمستك النار ونحن نأتي للأسف نفرض القوة ونفرض العضلات على ما هم دوننا أو دوننا ناهيك طبعا عن بعض الوظائف سواء خاصة أو حكومية هذا الرجل قد يكون لديه منصب بسيط رئيس قسم مسؤول مدير أي كان فيفرض هيبته ومنصبه على ما هو دون منه أفصلك أخصم عليك أعملك نعم لو كان يستهق لا بأس ولكن تفرض نفسك عليه لماذا؟ لماذا؟ فقط لهذا المنصب لذا قلت لكم والكلام وجه لي قبل أي أحد الكلمة احفظوها إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام إن نعم مهما صارت عندك سلطة مهما صارت عندك من الهيبة ومهما صار عندك من القوة وتريد أن تفرض هذه القوة والعضلات والهيبة على ما هو دون دونك فالله سبحانه وتعالى موجود فالله سبحانه وتعالى موجود وأختم بماذا أن نفعل؟ وهذا الحديث كما قلت لكم فيه تفاصيل كثيرة إن شاء الله نتكلم عنها ولكن الخطأ وارد قد أغضب يوم من الأيام قد تغضب أنت يوم من الأيام قد ترفع صوتك قد ترفع يدك إلى آخره قد طيب ما المطلوب؟ وهذا الصحابي الجليل العالم المفتي هو أخطأ ولكن ماذا نتعلم منه عندما أخطأ وعلم بالصواب وذكر بالله سبحانه وتعالى ماذا فعل؟ تاب إلى الله سبحانه وتعالى وكفر عن ذنبه بيعتق هذا الرجل الآن في عصرنا نعم قد نغضب قد نرفع الصوت قد نرفع الأياد مع أن كل هذا لا يجوز بتاتاً ولكن إن حصل فنرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونتبع السيئة الحسنة تمعها فنبادر بالتوبة نفعل أي شيء الذي يكفر عن ما فعلناه فنسأل الله سبحانه وتعالى نجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه ونسأل الله سبحانه وتعالى نجعلنا من الذين يستمعون ويسمعون ويحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى ويطبقون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا إلى أن نلقاه أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور رحيم